احنا دلوقتي في ايام المغفرة في العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك اللي اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ان شاء الله العشر الوسطى ليها فضل كبير في مغفرة الذنوب دي ايام مباركة علينا جميعا اننا نختنمها في كثرة الدعاء والاستغفار والتقرب الى الله تعالى ايام العشر الوسطى ليها فضل كبير اوي وعظيم عند المولى عز وجل والحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بمغفرة من الله سبحانه وتعالى في رمضان عموما وفي وسط رمضان خصوصا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دبه عشان كده ضروري اوي ان احنا نتجه لله سبحانه وتعالى كل يوم في رمضان بالدعاء بالمغفرة من الدنوب وانتوب عن كل الدنوب ده صحيح بسانت هو شهر الخير والبركة والدعاء وهو فرصة منحها الله للعباد للتقرب اليه في النهار رمضان وفي ليل رمضان كمان بالطاعات والعبادات وعمل الخير والصيام كمان قيام الليل والذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن وغيرها من الطاعات الكثيرة اللي ليها جمال وليها طعم خاص جدا في شهر رمضان من اجل مغفرة ننالها جميعا ان شاء الله في هذا الشهر الكريم يعني فيه اوقات كمان بيستحب فيها الاستغفار زي وقت الصحر او التلت الاخير من الليل ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا بالأسحار هم يستغفرون ده بيدل على قيمة الاستغفار في وقت الصحور او في التلت الاخير من الليل ومن الادعية المستحبة جدا في هذه الايام اللهم انك غفور تحب العفو فعفو عنا عفو غفور تحب العفو فعفو عنا ربنا تقبل منا جميعا صالح الاعمال والصيام والصلاة والاستغفار واجعلنا من عطقاء هذا الشهر الكريم يعني ونتمنى كده انه نقدر ان احنا نكمل بقية الشهر كده وندوس بنزين زي ما بيقولوا كده بالتعاط لانه دايما بيبقى اول الشهر بنبقى شوية دخلين بقوة بتهدى شوية وفي اخر الشهر بنرجع تاني لكن عايزين واحنا في كل الشهر لانه مين كان يصدق النهاردة 11 رمضان الوقت يجري بسرعة قوي يجري بسرعة بسنت وهو شهر الطاعة جميل جدا نحن يعني اللي اثر شوية نعمل كده زي كشف حساب سريع بعد عشر تيام اللي اثر شوية في الطاعات او غيره من اول الشهر قدامه فرصة كبيرة وهي فرصة لازم نختنمها جميعا العشر الوسطى او العشرة ايام في وسط رمضان هم ايام المخفرة من الذنوب يا رب كده يعني غافر الذنب لنا جميعا ويتكون كلها ايام خير وبركة علينا جميعا بنصبح على حضراتكو مرة تانية وصباح الخير يا مصر